فيه خبر حابب أقوله ويمكن دائماً يعني ما بنحبش نقول كده كلامه خلاص لكن ما نجي نحسبها بالعقل الزمالك بيكثف مفاوضاته مع أزارو ما نجي نبص بالعقل كده أزارو خلص أو أنهى تعاقده مع نادي الاتفاق السعودي ومفروض أنه هو خلاص كده ملكاً للنادي الأهلي ولكن أزارو مش هيقدر يلعب الموسم ده الموسم ده اللي احنا فيه حتى نهاية الموسم مش هيقدر يلعب فبالتالي أزارو السنة الجاية هو ملك للنادي الأهلي لكن هو دي آخر سنة ليه فيحق لي أن هو يمضي لأي نادي في يناير القادة طبعاً الكلام عشان بس نبقى متفقين أن هو لاعب محترف هو لاعب مغربي محترف فكرة الانتماءات بالنسبة لللاعبين إلى حد ما الأجانب بتبقى مختلفة هو الراجل شايف أنه فيه مشاكل ما بينه وما بين المدير الفني فيه كلام أنه هو ما يبقاش موجود بالرغم أن مجلس دارة النادي الأهلي وإدارة ولجنة التخطيط بكل قوة بيدفعه ميستر فيلر للرجوع عن قراره بأنه هو مش عايز أزاره لكن اللعيب طبعاً أكيد لازم بيفكر وبيقامل نفسه لما ييجي نادي زي الزمالك بيفوضه أكيد اللعيب هيبتدي يفكر خصوصاً أن النادي اللي بيلعب فيه إلى حد ما فيه كلام أنه ما يبقاش موجود لكن هنقول مثلاً نادي الزمالك محتاج المكان ده آه نادي الزمالك محتاج المكان ده نادي الزمالك محتاج نوعية لعيب زي أزاره آه نادي الزمالك محتاج لعيب نوعية لعيب زي أزاره فبالتالي خصوصاً كمان المفاوضات مع النادي الأهلي إلى حد ما مش موجود أنا الخبر اللي عندي عند النادي الأهلي أو عن النادي الأهلي عن وليد أزاره إن هم بيستدعوه لأنه يقطع أجازته في المغرب وييجي عشان يبتدوا يتكلم معاه هل التجديد أو بالتجديد لمدة سنتين تانين غير السنة اللي هو فيها ويبتدوا بقى هل هيكون فيه عارة ولا هيلعب حتى الآن زي ما بقول لكم باللجنة التخطيط ومجلس دوات النادي الأهلي أو اللجنة المشرفة على الكرة في النادي الأهلي بيحاولوا يضغطوا على ميستر فيلر إنه هو يرجع هذا اللاعب ويلعب لأن حتى الآن مفيش فيرود النادي الأهلي شايفه أو قدر يجيبه بنفس قوة أو مستوى الفريق وفي نفس الوقت الأسعار غالية جدا بالنسبة للعبين المميزين في هذا المركز فبالتالي إيه اللي هيحصل بالنسبة له هذه المفاوضات بالنسبة لوليد أزارو مع نادي زمالك والمفاوضات الخاصة من النادي الأهلي مع وليد أزارو ده اللي احنا ممكن هنستنعه للفترة اللي جاي